بالتأسف والاستنكار لما حدث في الجولة الأخيرة من عنف في الملعب بدأ المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم اجتماع المنعقدة أمسية الأحد بسيد موسى روراوى وخلال الاجتماع ضرب عرض الحائط نداء رؤساء الأندية بعد أن أكد بأن الفافة ملزمة باحترام قرار المديريات العامة للأمن الوطني والقضية بسحب آوان الشرطة من الملعب محملا في نفس الوقت رؤساء الأندية كل المسؤولية مكتب روراوى اختار أيضا الحديث عن أجور اللاعبين في الرابطتين الأولى والثانية واصفا ارتفعها بالغير المبررة خاصة بعد أن تجوزت أجور الموسم الماضي رغم تقليص عدد اللاعبين الفاف قررت أيضا إنشاء مديرية للمنتخبات الوطنية من أجل التكفل بشؤون المنتخبات الوطنية سيما الفئات الصغرى منها حيث جاء هذا القرار على إثر الإقصاء المبكر لمنتخبي أقل من سبعة عشر هو عشرين سنة من المنافستين الإفريقية رغم ذخامة الإمكانيات وبالرغم من عدم تطرقه لأقالة مدرب الأولمبي بياروندري شورمان من عدمها بعد إخفاقه في أولمبياد ريون إلا أنه وصفت تجربة بالمفيدة من خلال مشاركة اللاعبين المحليين في مقابلات من المستوى العالي أملا في تحسين نتائج المنتخب الأولمبي في الأولمبياد المقبلة وضمان أحسن تحضيراته من أجل كسب تأشيرة التأهولية لدورة توكيو